السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخوتي ايكديري لبس عليكم بخير انا يذكركم بزيانين نتمنىكم قاعد تكونو باخر وعلى خير فلنما كنتو تشاهدوا الفيديو ومرحبا بكم معي فيديو جديد الفيديو دي اللي يوماجد تبغيت نشارك معكم الحريرة المغربية بها الطريقة اللي سهلة وبسيطة وكاتجي رائعة بنينة بالنزف فاستقوني لجربتوها ما بقيينش غادي تستغنوا عليها هذا رمضان كيف كنعرفو رمضان على الابواب فالله يدخلوا علينا وعليكم صحيحة والسلام وبش ما كنتمنى ان شاء الله ومهم دوز المقادر وطريقة تحضير ديل هاد الحريرة هادي فانتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ومهم بسم الله على بركات الله كيف شتو هنا يا خديت ربعات ديل الحبات ديل طماطم اللي الحجم ديل هم توسط يعني ما كبار ما صغار خديت حبات ديل الباصال وحد الربطة ما بين قصبار وم عند لوس وكرافس قطعتهم طريفة صغيرة قطعتهم في الخلط الكاربائي وطحنتهم زيان صافي خديت الكوكوت ديالي او طنجرة وضعت في هاداك الخالط من بعد ما طحنته ومهم كيف كتشوفو هنا اخديت واحد القطعة ديل الحب هاد العظيمة اللي كتكون يعني في الرجل في الجيهة ديالتح صار حكي تعطي واحد البناء رائع الحريرة صافي درتها كلها كيف كتشوفو درت واحد الكيمية ديل الحمص كذلك كمية ديال الفول مهم فقط كمية قليلة ديال الفول مش بزه كيف كتشوفو وغادي نزيد عليه العدس او العدس حتى هو كمية قليلة اللي منقي ومغسل بطبيعة الحال مهم بالنسبة الفول او العدس ديرو شوية شوية من الحاجة يعني ما ديروش قد الكيمية ديال الحمص صافي غادي ندوزو مباشرة لتوابيل بالنسبة لتوابيل اول حاجة غادي ندير واحد المعلقة صغيرة اللي عمرها مزيان من الخرقوم كذلك معلقة اللي عمرها مزيان من سكين جبير وغادي ندير كذلك تقريب مع نص معلقة صغيرة ديال اللي بزار وغادي نزيد كيف كتشوفو معايا هنا يا عندي القروية وكبابة ميمي لما كانش منتوفرة عندكم فما تدروها شي اللي كانت منتوفرة تدروها كيف كان عرفوك تتعطي واحد المادق رائع يعني الحريرة البركوكش يعني بزاف ديال الحويجات اللي كانحتاجوا فيهم هاد الكبابة وكروية ودرت واحد قبيصة ديال الملح ميمي الملح على حسب الضوء ودرت هنا كيف كانتشوفو تقريب معلقة كبيرة ديال زيت زيتون وفالاخر غادي ندير القليل من الملوين اصطناعي ملوين غيدائي كيف كانعرفو يعني الزعفران صفين بعد ما وضعتو غادي نولي نعمر بنفس الكاس اللي طحنت فيه ماطيشة والبصلة والربيع غادي نعمرو مزيان وغادي نديرو السفة غادي نقفل على الكوكوت ديالي غادي نديرها على النار ميمي حتى تصفر واحد المدة ديال 20 دقيقة تقريبا ومبعد ما صفرت وحليت عليها غادي ندوز مباشرة هنا لطقيق درت واحد الكيمياء ديال الماء في الخلاط القهربائي وغادي ندير بعادي المعالق كبار ديال الدقيق اللي بطبيعة الحال مغربل غادي نطحنو مزيان وغادي نديرو في الكوكوت مهم كيف غا تشوفو معي ان شاء الله سافي الكوكوت ديالي كيف قلت لكم بعد ما حليت عليها فقط 20 دقيقة خليسة وحليت عليها سافي در داك الكمية ديال الدقيق اللي تحنس مع داك الكمية ديال الماء غادي نخلي الكوكوت ديالي حتى تبدي تغلي يعني غادي نجاهد النار حتى تغلي وننقص النار فاش تبدي يغلي نقص النار باش ما تفيت لكم سافي مبعد ما بدا سكا تغري غادي ندير جوج مع القبار ديال ماطيشة ديال الحك كذلك حتى داك الطريفة ديال الحام داك العظم اللي يدرتو فاش حليت علي الكوكوت حيتو حيت منو يعني داك اللي الحام قطعتو طريفة كيف شوتو معايا او وضعتو الان سافي غادي نحرق مزيان هنتو ما كاتجي رائعة عزافة ديالحريرة كاتجي اغزالة نتمنى تجربوها سافي غادي نحرق وغادي نخليها تغليت قريب معا خمسة ديال الدقايق وغادي نرجع موين بعد ما مرت خمسة ديال الدقايق انتم ما كيف كتشوفو داك ماطيشة دابت وطلقت ماطيشة ديال الحك وما انتم ما كيف كتشوفو معا اخواتي سافي دابة غادي نزيد عليها كيف كتشوفو معا واحد الكمية ديال الشوربة هاد الكمية هادي كيف كتشوفو معايا ديال الشوربة شوربة او الشعرية المهم كلها وباش كي سميها سافي غادي نخليها تغلي مهم غادي نخليها واحد لمدة كذلك ديال الخمسة ديال الدقايق كتغلي وغادي نرجع معاكم ان شاء الله من بعد ما تغلي الشربة دينا وبطبيعة الحال مرة مرة نبقى ونحركوها يعني ما نغفلوش عليها الحساب يعني كتلسق في القاع ديال الكوكوت كي قد لكم مرة مرة نبقى ونحركو الكوكوت دينا ومنسو ما كيف كتشوفو باش ما تلسقناش في القاع ديال الكوكوت او القاع ديال الطنجرة سفي من بعد ما مرس كيف قلت لكم خمسة ديال الطقائق كيف كان عرفو عفوين هاد النوع ديال الشعرية او ديال الشربة راح في الساعة كي يطيب سفي في الاخير فاش نقربو يعني نطفيو على الكوكوت دينا كنزيدو معلقة كبيرة ديال القصبار اللي مقطعها رقيق ودقهم زيان كيف كتشوفو كيعطي وحد يعني وحد لما دق رائع الحريرة في الاخير كذلك وحد لنكها ديال القصبار يعني كيبقى ما طيب شمزين كيعطي وحد لما دق رائع كي تليكو كذلك كدرت وحد كنورة ديال الغلمي كيف شتو معاي كنورة كلها او ضامتي صفي في الاخير اخواتين بعد ما مرة خمسة ديال دقايق صفي دا بغن تفعل الكوكوت غادي ندف معلقة ديال السمن حر اللي يمكن لكم تعوضوه بسمن حلو او يمكن لكم ما تديروش مهمين ما كانش كيعجبكم ما تديروش فالكن يعني كيعجبكم ديروه معلقة ما كانش عندكم سمن حر ديرو معلقة ديال السمن حلو الصراحة كيعطي وحد لما دق رائع رائع جدا كيف كان عرفو السمن كيتواتا كيف كان عرفو السمن يعني كيتواتا مع الحريرة مع يعني الكوسكوس مع عدة اشياء يعني كيتواتا معهم صفي ديال حريرة ديالي من بعض ما طابت هنتم كيف كتشوفو كتجي رائعة بالنسبة القوام دياله ما كتجيش خفيفة وما كتجيش تقيلة في نفس الوقت المهم انتم كيف كتشوفو صفي هنا غندين دوز مباشرة غدين دير سليفة ديالي رفقوها بالحامض وكذلك إلا بغيتو رفقوها بالسمن حرب إلا بغيتو كمية كتيرة كين ناس بزاف اللي كيعجبهم بزاف مو يمديرو على حسب الكمية اللي بغيتو صفي ديال حريرة ديالي أخواتين بعد موجودات كي كتجي زوينة زوينة بزاف واحد لما داقة رائع ما نقول لكم شو واحدة رائحة طلعة من نادبة يعني كتش هي واحدة رائحة غزالة غزالة نتمنى أنكم تجربوها وتردوا ليا الخبار فليكم وانطيق كي جاتكم فكما قد ديكم إلا جربتوها كنو أكيدين قد تكون معتمدة عندكم لهذا رمضان هذا نتمنى تعجبكم كي قد ديكم كنرفقوها بالحامض مهم أخواتي كي قد ديكم نتمنى تعجبكم يعجبكم الفيديو ديال اليومة فما تنسوا ليش ملي لايك ديالكم تعليقكم زوينة كذلك اللي ما بشترك يشترك في القناة ولي كيزور قناتي الأول مرة قد نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معليكم غايتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا بكل جديد كاللوحو نتمنى هذا الفيديو يلي عجبكم بارتاجوه مع أهل أصدقاء معاقع النص اللي كتعرفوه بارتاجوه مع أهل الفيديو ونتمنى كدريك توصلوه للفيديو أكبر عدد من اللي لايك كده بغا نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد إن شاء الله